عندنا قضية لازم تفكر فيها كده بهدوء لأن انت لو سمعتيني النهاردة والنادي الأهل بيفوز على منديامة الغاني ببارك لبيت سمو سماني هتقول إن أنا مش طبيعي هتقول فيه حاجة مش حقيقية يعني ده مرسل كولر هو اللي بيقود الفريق لو جيت مثلاً لإنجاز معين ونسبته الشخص السابق ووقت الإخفاق أنسبه الشخص حالي برضو أمر جير طبيعي باختصار شديد التحكيم المصري إحنا هنا لنا وقفة مع التحكيم بشكل واضح جداً أنا واحد من الناس بقول لكم من 3-4 سنين طلعت وقلت لي قولك التحكيم المصري بخير قوله والله العظيم التحكيم المصري ما بخير وقلت أتمنى في يوم أطلع أقول لها جماعة التحكيم المصري بخير يعني موقف واضح ومع ذلك لما جت أمم أفريقيا وشفنا مستوى مميز إلى حد ما عما نراه في المسابقات المحلية من التحكيم المصري كنا سعداء وطلعنا أشدنا حتى مع محمود عشور اللي احنا اختلفنا معاه كتير جداً لأسباب منطقية وكانت أخطاء واضحة ومسجلة صوت وصورة باراخ وبراء التحكيم طلعنا وقلنا حاجة جميلة جداً إنه يصل إلى المباراة نهائية في أمم أفريقيا لكن ناخد القصة دي ونبدأ نقول يا جماعة ما التحكيم كويس هو أممال إيه المشكلة؟ لا المشكلة إنه لما بيجي الأداء ده اللي احنا شفناه للمسابقات المحلية بالله أمر مختلف تماماً ولكن قلنا إيه؟ قلنا الفقرة دي كانت معانا من الأسبوع الماضي بالمناسبة وكانت موجودة في السكريب ولكن احنا لضيق الوقت من جهة وبرضو انتظاراً للي احنا متوقعينه من جهة أخرى أجلناها للأسبوع ده إيه بقى اللي انت كنت متوقعه؟ أنا كنت متوقع أنا وفارسي عني إن الحكام اللي أجادوا في أمم أفريقيا هيخطأوا أخطاء صعبة جداً في الدور المحل كنا نتمنى أنا لا يحدث ذلك ليه؟ لأن أنا مش هقدر مش هقدر أقبل أو عقلي يقبل إن أنا وأنا شايف حكم بيلعب تحت ضغوط بطولة قرية متشافة بشكل كويس مع ضغوط جمهرية مع منتخبات قوية إنه يقدم أداء مميز آه كان في بعض الأخطاء ولكن اتعالجت مع تقنية الفيديو والحكم أمين عمر وقتها أخذ قرار سريع جداً ورجع لقرار تقنية الفيديو اللي ما يلعقاه في تقنية الفيديو ومبارات اللي افتح عملها بشكل مميز جداً محمد عادل كان يمتلك قوة شخصية مميزة جداً في مبارات مالي وكوتيب وار أيضاً يعني محمد معروف ومحمد عشور حكم مبرانة هائية غير طبعاً يعني الحكام المساعدين اللي أجاده بالتأكيد وما كانتش فيه أي أخطاء خالص في البطولة دي تقدر تقف عندها وطول فيه خطأ فادح للتحكيم الأفريكي على العكس بطولة كانت سابعة كان فيها أخطاء فادحة بالفعل وحكام بتنهم براءة والشروط الأول قبل مدته والكلام من هذا القبيل لكن لما يجي التحكيم ده ألاقي في المسابقة المحلية مع أول أسبوع أنا ما استنتش مع أول أسبوع ألاقي أخطاء تحكيمية فادحة وبرضه مش كلامنا والله ما كلامنا كلام خبراء التحكيم لا يا جماعة يبقى هنا في مشكلة يبقى أنا ما زلت عند رأيي لا التحكيم المصري مش بخير ومش بخير جداً وإحنا هنا ما بنوزنش الأمور قلناها واضحين وإنتوا خبراتكم معنا عارفين إحنا هنا بنقول وجهة نظرنا وأعتقد أفارس قبل ما نروح لقي فيديوهات لازم نعقف في النقطة دي وكون برضو لك رأيي في النقطة دي إن احنا طول الوقت طول الوقت عندنا وجهة نظر واضحة ده هي ما فيهاش أي نوع من أنواع الجري أريا مش عندنا في البرنامج ده هي الجري أريا هنسمعها بعد كده هنسمع مين بتاعي الجري أريا ولكن يا جماعة حاجة مهمة جداً قبل منقش التصرحات كابتن عصام عبد الفتاح فيه نقطة مهمة جداً إن أنا بشوف إن الناس بتفكر بمنطق غريب جداً آه الحكام المصريين أدوا أداء جيد في بطولة أمم أفريقيا ولكن أنا ما زلت عند رأيي إن كان هناك احتفاق مبالغ فيه جداً بيهم دي قناعة شخصية تم إن كان هناك احتفاق مبالغ فيه وكان مهم جداً إن أنا يكون سؤالي إعلامياً معايا حاكم بيقعد قدامي هو ليه المستوى المتضارب ده لأن أنا عندي ثلاث مواسم شفت فيهم احتواء وروح بروتوكول وروح بارو وشفنا كل أنواع الحاجات الغريبة جداً كان فين المستوى ده فأنا الأداء اللي حصل في أمم أفريقيا هو قبل ما يخليني أفرح أنا يخليني أطرح علامات استفهام ومية تساؤل لأن في نقطة كمان في غاية الخطورة والناس بتبصي لها نظرة غريبة جداً أنا عندي ساي موظف شغال في شركتي عندي شركة موظف شغال فيها الموظف ده أداءه في الشركة كارثي بيجي متأخر ما بيقديش الجوب تسكريبشن بتاعته عنده كل ما تدي له تاسكس يبوزها ومسبب أن الشركة نفسها المنتج النهاية بتاعها طالع زي الزفت فأنا عندي شركة تانية شركة مارتي ناشرل قايت عايزين مجموعة من الموظفين من كل شركة تبعت لنا اتنين تلاتة من الموظفين اللي عندها فبعت لتنين تلاتة من الموظفين اللي أقدر أبعتهم الموظفين دول شفت أداء عندهم غير طبيعي شفت عندهم أداء استثنائي أنا هنا لازم أرجع وشوف هو إيه السبب هو أنت ليه عندي لأن أنا في النهاية مصلحة شركتي ومصلحة الدوري المصري ومصلحة الكرة المصرية هو الحكم ده في الأساس الأهم أنه يكون جاد في المسابقات المحلية اللي بيتقضى طول السنة يا أسامة الأجر مقابل أنه يشغل فيها مش أنا أفرح في مسابقة تانية وأنا عندي خلل هنا ما عنديش مشكلة أن أفرح بأداءه بره بس ده قرينا عليه ده لازم أجيبك بقى وقولك هو تعالى أنت عندك إيه السبب وما تقوليش ضغوط وجمهور والكلام ده لأن زي لعب الكرة الإعلامي لعب الكرة الحكم المدرب أي حد ما بيعرفش في الكرة يشتغل تحت ضغط وقت في البيت لو أنا طالح حلقة هنا وأنا وقسامة فخط أحمر وبتفرج علينا ملايين الأهلوية على شاشة قناة النادي الآلي وعارفين أن احنا بعد ما بنخلص كل حلقة بنلاقي مشاهداتنا 3 أو 4 مليون على المنصات المختلفة فنقول ده احنا بتفرج عنها 3 أو 4 مليون فإحنا مرتعدين ومش قادرين خلاص نقعد في البيت الحكم اللي مش هادر يقعد في البيت اللعيب اللي تيشرت فريق تيلي عليه عشان فيه ضغط جمهور في المدرجات يقعد في البيت فحجة الجمهور دي ده معناها أن أنا بقول كحكم روح حد حكم أجنبي اللي هما بيرجعوا يرفضوهم ده بتسيء ليه أنا كحكم طبعا أنا كحكم بسيء ليه ولو جينا تكلمنا في نقطة تانية نقطة تانية لمشكلة زوية كاميرات ولا مشكلة حكم بعيد عن اللعبة ولا مشكلة تكنية فار اتشدت الفيشة بتاعته عشان يتعامل كبات شاي ده احنا بنتكلم لسه فأول أسبوع في أخطاء ما فيهاش كلام يا جماعة ما ينفعش أنا ونتا نختلف عليها من الزاوية تسلوا المسر خالص خالص ما ينفعش أنا ونتا نختلف عليها فيه أخطاء ممكن أقول لا صعبة ما خدمتنيش مش واضحة هقول ماشي تعدي ونبدأ هنا نروح للإمكانيات بقى اللي كانت متوفرة في أم أفريقيا لكن أنا عندي صور واضحة في مباريات ثلاثة أربعة مباريات لا تقبل الشكل طلع خبرية تحكيم تكلموا وآدانوا الحكام ومنهم حكام حكيموا في البطولة وآجادوا في البطولة والحكام دول خدوا بالكم مرشحين لإدارة نهاية كاس مصر ونهاية كاس مصر مسابقة أول مرة بتتلعب في المملكة العربية السعودية ويحضرها جماهير كتير وهتعامل احتفالية بشكل كبير جدا أنا أتمنى أتمنى يكون التحكيم المتواجد في هذه المباراة تحكيم أجنبي ما أعتقد القصة فات أوانها فات أوانها ما أعتقد القصة فات أوانها ولكن حتى لو هتجيب تحكيم مصري هو مفترض تتمنى حاجة تانية ما تجيبش حكم لسه عنده خطأ كلنا شايفينه سبحان الله في المباراة قد يكون طرفها أحد أطراف الكاس ما هو المشكلة بيقولك أن أنا هتجيب حكم من الثلاثة اللي كانوا فيهم أفريق ما هو ثانية واحدة بقى ما هو أنت عندك عندك خيارات تانية احنا مش هزين ندخل في ترشحات عشان ما تقلش يصل الأهل يرشح وإعلام الأهل يرشح ولكن طبيعي لو أنت عندك مجموعة من حكام بالأطقم اللي قبل كده حتى خدت مباراة دولية وفي المسابقات دولية روح للطاقم اللي ما كانش لسه عنده خطأ مع فريق من أطراف الكاس ده إلا يعني ده احنا كده بقى والأمنيات بقى والدعوات والدعوات أن يكون فيه هناك عدالة فقط لغير احنا مش طالبين غير العدالة عشان نبدأ نتكلم عن مستوى تحكيم مصر لازم اجربه في المسابقات المحلية اللي هي لأن انت لما تيجي في المسابقات المحلية أنا بخاب بقى أقول إيه طب مالي خليه يغلق كده لأ كده ممكن ضعف الشخصية مثلا طب أهواء وانتماءات مثلا طب الآن من ضغوط جمهرية أو تصرحات بعض المسؤولين يعني تصرحات المسؤولين لازم نجيلها يعني أنا بس عايز أفهم القصة وضعها إزاي